نهر السين يرتفع بمقدار أربعة أمتار عن مستواه الطبيعي بعد أيام من انصهار الجليد في العاصمة باريس فقد كان شهر ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني الأكثر إمطاراً في فرنسا منذ خمسين عاماً السكان الذين يعيشون بالقرب من النهر أصبحت حياتهم صعبة للغاية بعض أجداء العاصمة الفرنسية تحولت إلى بحيرات لا يمكن التحرك فيها إلا بالقوارب وكالة الفيضان الفرنسية ذكرت أن النهر قد يستمر في مستواه الحالي لعدة أيام بل إن هناك توقعات بمزيد من الأمطار مع نهاية الأسبوع قد تفاقم من المشكلة فيضان النهر تسبب في إخلاء ألف وخمسمائة شخص من مساكنهم في منطقة باريس الكبرى وانقطع الطيار الكهربائي عن ألف وتسعمائة منزل السائحون فقدوا فرصة الرحلات النهرية الباريسية الممتعة التي خرجت من الخدمة خلال هذه الفترة متحف اللوفر أكثر متاحف العالم زيارة ومتاحف أخرى تم وضعها على أهبة الاستعداد تحسبا لزيادة منسوب النهر ما سوف يتطلب نقل الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن محمد طها بي بي سي